السلام عليكم متابعين الكرام متابعي قناة عالم النحل والصفحة على الفيسبوك تربية النحل الى الصيفة الجزائرية في هذا الفيديو ان شاء الله سنتحدث عن تكذيب الخلايا بوجود الملكة اذا التكذيب هو انتحال العاملات لشخصية الملكة في الخلية مع وضع البيض الغير مخصب اي بيض ذكور ويمكن ان نجد تكذيب للخلية بوجود ملكة عذراء او حتى ملقحة لكن بعدما تتلقح الملكة يزول التكذيب تدريجيا في هذا الفيديو ان شاء الله سأعطيكم بعض الملاحظات التي يمكن من خلالها معرفة ان الخلية مكذبة وفيها ملكة ملقحة واخذت هذه الخلية التي في الفيديو كعينة اذا من بين الملاحظات الملاحظة الاولى هي هدوء تام للنحل فوق الاطارات عكس حالة النحل قبل التلقيح او قبل تلقيح الملكة الملاحظة الثانية قيام العاملات بحركات اهتزازية وادخال حبوب اللقاح وسروح منتظم ملاحظة الثالثة خروج رائحة زكية طيبة من الخلية عند رفع الاطارات وهي رائحة الغذاء الملكي حبوب اللقاح وكذلك الرحيق ملاحظة الرابعة استهلاك سريع للتغذية في حالة تقديمها للنحل خامسا بناء النحل لشمال اساس الجديد وبعد اكمال النحل لبناء الشماء يلاحظ النحل ان هناك وجود بيض منتظم في العيون السوداسية يعني احيانا بيضة في العين الواحدة وفي حالات يعني قليلة الملك الملقح هاديثا تضع بيضتين في العين السوداسية اذا هذه بعض المراحظات شكرا لكم على حسن الصغر والمتابعة دمتم في رعاية الله أهدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته